ايه رأيكم النهاردة نتكلم شوية عن القانون الجوي تعريفه خصائصه ونعرف كمان شوية عن مسئولية الطيار وما هي تعقد النقل الجوي واثار عقد النقل الجوي بالنسبة للناقل وبالنسبة للراكب او الشاحن مبدئيا يمكن تعريف القانون الجوي على انه القانون الذي يحكم حركة الملاحة الجوية يعني اي حركة في الجو القانون الجوي هو اللي بيحكمها طب ما هي خصائص هذا القانون أول حاجة هو قانون حديث وده شيء طبيعي لأنه ظهر مع اختراع الطائرات وبداية وجود حركة نقل جوية بتخص الراكبين والبطاقة بحكس القانون الجنائي اللي بتعلق بالجرائم التي يرتكبها الإنسان واللي المجتمع الإنساني القديم هدي إليه مع بداية الإنسانية وهو قانون متطور أيضا كل يوم في جديد طالما تطورت حركة الطيران طالما تطور القانون الجوي وده عكس القانون المدني اللي قل ما يطوله التغيير والتطوير فالقواعد المدنية في إثبات الحقوق ثابتة ونادرة ما يتم التعرض لها أو تبدلها كمان هي قواعد دولية في المقام الأول لأنها عادة ما تتعلق بالتنقل ما بين دولة وأخرى ومش معقول تكون هذه العلاقة الدولية محكومة من جانب واحد لازم قانون موحد يطبق على كل الدول كذلك هي من القواعد الأميرة وده معناه أنه لا يمكن للدول الاتفاق على ما يخالفها وأخيرا هي قواعد مركبة نقدر نقول أن فيها من القانون العام والقانون الخاص لأن العلاقات في هذا القانون قد تكون ما بين شخص وشركة الطيران ففي هذه الحالة نقدر نقول أن هذا القانون قانون خاص وممكن تكون العلاقة ما بين شركات طيران بتملكها الدول ففي هذه الحالة يمكن القول أن القانون الجوي هو قانون عام طيب فيه تعريف تاني للقانون الجوي بيقول أنه هو القانون الذي يحكم حركة المركبة الهوائية وعلشان كده من المهم أن احنا نعرف إيه هي المركبة الهوائية يعني الطيارة المركبة الهوائية يا أخوانا هي أي جهاز بيطير آليا بواسطة محرك اعتمادا على رد فعل الهواء وطبعا الطيران بشكل آلي اعتمادا على رد فعل الهواء هي النظرية التي تعمل بها تقريبا جميع الطائرات واللي متابع الحلقة بتاعة القانون البحري احنا اتكلمنا فيها عن حاجة اسمها الزلاجة الهوائية اللي هي طيارة وبتمشي على المياه في نفس الوقت وفيه ناس قالت أن الزلاجة الهوائية طيارة وفيه ناس قالت أنها مركبة وقلنا في الرأي الراجح أنها مركبة لازم كمان نعرف أن علشان الطيارة تكتمل لها صفاتها لازم يتم تسجيلها في أحد المواني الجوية وجنسية الطيارة بتحدد على حسب جنسية الملاك أو بحسب الميناء الجوي الذي تم تسجيلها فيه تعالوا بقى نعرف شوية عن مسئولية الطيار الطيار يا جماعة هو رئيس جمهورية الطائرة زي ما قطان المركب هو رئيس جمهوريتها وهو اللي بيكون من حقه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية داخل الطائرة وبيكون على الطيار مراعاة أصول الطيران المعروفة لدى الجميع من الالتزام بقى بالسرعات المقررة والحد الأخصى للارتفاع وفنيات الهبوط والإخلاع بس خلي بالنا الأخطاء الفنية بس هو اللي بيسأل عنها كابتن الطائرة زي ما يكون ارتكب خطأ معروف للجميع أثناء الملاحة الجوية خطأ بيتفق كل أهل المجال إنه ما كانش ينفع إنه هو يقع فيه أما بقى لو ارتكب كابتن الطائرة خطأ تقديري ففي هذه الحالة لا يسأل عنه يعني لو الطائرة تعرضت لشيء غير متوقع واضطر إنه هو يرتجل أو يختار حل من الحلول وكان الحل اللي اختاره خطأ ففي هذه الحالة لا تكون هناك مسئولية عليه وكان فيه فيلم في المعنى ده بطولة توم هانجس اسمه سالي ممكن تشوفوه بس الأخطاء اللي بيقوم بها طائم الطائرة الطيار أو الكابتم ما بيكونش لي دعوة بيها لو مثلا مضيفة ناسة تقول لراكب إنه يربط حزام الأمان فاتخبط هذا الراكب في دماغه أثناء الهبوط أو الإقلاع ففي هذه الحالة المسئولية بتقع على طاقم الطائرة مش على الطيار وطبعا الراكب أو الشاحن اللي أصابه الضرر من تخطأ الطيار بيكون من حق أن يرجع على الطيار نفسه بطلب التعويض أو ممكن يرجع لذلك على شركة الطيران فلو رجع على شركة الطيران بيكون لجوع عليها بناء على مسئولية عقدية ليه؟ لأن فيه عقد ما بين الراكب وشركة الطيران إذن العقد هو أساس المسئولية أما بقى لو رجع على الطيار مباشرة فبتكون أساس المطالبة هنا هي المسئولية التقصيرية لأن ما فيش عقد ما بين الراكب والطيار العقد كان ما بين الراكب وشركة الطيران نفسه عقد النقل الجوي بقى غالبا ما بيكون موضوعه تحريك شخص أو بضاعة من مكانه إلى آخر بس التحريك ده لازم يكون عن طريق الجو عن طريق طياره لأنه لو كان عن طريق مركب فده يبقى عقد نقل بحري وليس جوي والفقهاء اختلفوا حول طبيعة هذا العقد في ناس قالت أنه عقد إزعان لأن انت كراكب بتمضي على عقد مكتوب من طرف شركة الطيران بغير ما يكون لك الحق في تغيير بنوده صح ولا لأ وفي ناس قالت أنه بيكون في سنة مرونة خاصة في تحسين بعض الخدمات الجوية المقدمة سواء لنقل الركاب أو البطائع من حيث الموعيد ونوعية الخدمات المقدمة فهنا ده بيبقى عقد رضائي لكنه نمطي ونمطي يعني مجهز على أنماط معينة يختار منها الراكب أو الشاحن ما يناسبه بحسب الحالة طيب هل عقد النقل الجوي ده التجاري ولا مدني؟ وده بأهمية بمكان لمعرفة القانون الوجب التطبيق زي ما اتكلمنا قبل كده هنطبق في هذه الحالة القانون المدني ولا القانون التجاري في الحقيقة هو بيبقى مدني بالنسبة للراكب وبيبقى تجاري بالنسبة لشركة الطيران وفي درس كامل عن مسألة التفرق بين الأعمال التجارية والمدنية أنا حاطت اللينك بتاعها فوق للحبيب يرجع كمان هو عقد شخصي عمرا شفت حد يقدر يتنازل عن تسكرة الطيران بتاعته الحد تاني ما ينفعش صح؟ علشان كده هو عقد شخصي ما بين شركة الطيران والراكب كمان هو عقد يتوافر في صفة الأمان لأن النقل الجوي من أكثر وسائل النقل الآمنة قل ما يحدث في مخصه حوادث لقدر الله بعكس النقل البحري كثيرا ما تحدث خلاله العديد من الحوادث والنوازل التي تفقده عنصر الأمان طيب ما هي أثار عقد النقل الجوي؟ أثاره بتختلق بالنسبة إن كان محل العقد نقل ركاب أو نقل بضاءة بالنسبة لنقل الركاب بيكون على الراكب دفع الأجرة أما النائل بقى فبيكون عليه توفير المأكل والمشرب للراكب وبيكون كمان عليه تعويض الراكب عن أي خسائر قد تحدث في جسده أو نفسه أو متعلقاته الشخصية من الآخر بيكون على النائل توصيل الراكب وشمطته بأمان إلى جهة الوصول أما بقى بالنسبة لنقل البضائع فبيكون على الشاحن دفع أجرة الشحن وتسليم البضاعة المراد شحنها أما النائل بقى فبيكون عليه توصيل الطرد أو البضاعة إلى المرسى الإيرين ودايما أوامر الإرسال وجهة الاستقبال بتحدث من شخص الشاحن وبالطبع يجب أن تصل للبضاعة سليمة وخالية من العيوب وإلا جاز للشاحن أن يطلب التعويض من النائل ترجمة نانسي قنقر على مشاهدة الفيديو حتى نهايته لو استفدت منه أعمل لايك وشيره مع أي حد مهتم بالمجال القانوني وكتب لي في الكومنت عن أي سؤال قانوني ييجي في بالك أو أي موضوع تاني أنت عايزني أشرحه أشوفكم في الفيديو اللي جاي